كالعادة واقف عند حتة تمام؟ ودي عظيمة في مجملها قالك بقى شروط الترشح حضرتك لواء في وزارة الداخلية لواء في المخابرات العامة لواء في الجيش المصري لواء في الرقابة الإدارية لابد أن تستقيل كي تقدم أوراق الترشح بتاعتك فدي عظيمة ولو نجحت لا تعود للخدمة مرة أخرى يعني مجلس النواب كان جريئا حقا في هذه المادة ومادة صحيحة ده هذا الأمر كمان ينطبق على القضاء يعني القاضي اللي يروح مجلس النواب وينجح ما يرجعش تاني قاضي طبعا وانا هقول كلمتين هيزعله ناس مني بس الأرزاء على الله المحافظ اللي هو قاضي ما يرجعش قاضي تاني ينهى ربي ده 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 باع بصفته واشترى بصفته وقادة وتقادة فالمحافظ اللي بقى القاضي اللي بقى محافظ ما يرجعش قاضي تاني مستحيل هي حصلت الحقيقة يعني هي للأسف حصلت بس يعني أنا بكلم مثلا يعني أستاذنا عبدالله بيع عصر ولو أنا عارف أن فينا سنتزعل مني بس يعني مش عارف قابلها قاضي بقى محافظ خلاص دخل السلطة التنفيذية بقى لي مشحنات سياسية راضية عنه البعض ولم يرضى عنه الآخر تم نقضه بصفتي السياسية له آراء يفسح عنها له خطب سياسي بيقوله فجأة يرجع منصة الأضاء ده كلام فيعني خلي بالكو ده أمر حصل وحصل في مثالين والاثنين أصدقائي الحقيقة بس أنا آسف مش أدرى بلعها فأرجو أن يكون هناك نصا صريحا فيما بعد بتكلم على السلطة التنفيذية البرلمان كان جريئا جدا في اللي قاله النهاردة لن تعود للعمل بعد الخمس سنوات عمر البرلمان قولا واحدا ودي جرأة من المشرع جرأة كبيرة فيعني أحييهم تماما على هذا الأمر